السلام عليكم هذا الفيديو رقم ثلاثة في الموضوع بتاع التشخيص مش هيكون طويل هيكون قصير لانه هو الفكرة اللي نقصها فكرة قصيرة بالنسبة للموضوع الهيراركي وانا كنت اتكلمت فيها قبل كده فهحلكم للجدول السابق فيديو قبل كده كنت اتكلمت فيها عن موضوع ده انا عملت فيديوين قبل كده الفيديو الاولاني تكلمت فيه عن الافكار عن التشخيص والطريقة اللي هي الطريقة الجنرال ميديكال اللي هو طريقة طبعا الاناليسس وابعا كده الاسوشياتي سيمتوم وبعا كده رفيوف سيستمز والترانس كاتينج سيمتومز الفيديو التاني اتكلمت على طريقة الDSM5 وان ازا هو بيشجع التشخيصات على قد ما تقدر بدون اي اثر على الخطة العلاجية او اهمية التشخيص او كده الDSM5 واصف حاجات وهو بيقول كده ويشجعك خد منها على قد ما تقدر بغض النظر مين المهم ومين مش مهمة مين البرينسبال ومين مش برينسبال النهاردة هتكلم على الطريقة الثالثة اللي ممكن نتساعدها في التشخيص وهي الطريقة الاوروبية ودي اللي بتاكمن خلف ICD 10 او 11 اللي مكتوب دلوقتي الطريقة دي خلاصتها هو موضوع اليوروبين هيراركي اللي كنت كلمت عنها بلكده راجعوا ليه فيديو اسمه دي اجنوستيك هيراركي وطبعا اي طريقة من دول غير متتفق عليها وهي هي مجموعة اراء خبراء زي الطريقة تاعت DSM او هيروين يعني مثلا طريق دي اسم بتشجع اوه على كوموربيديتز ولذلك لو انت بتفكر دي اسم لازم تبقى مؤمن اوه كوموربيديتز لان كل مرض داخل في التاني وده بيجي مع ده وده بيجي مع ده وعادي اللي العاني بيعنده خمس ستة تشخصات مفيش مشكلة يعني وبعنده دبريشان وبانيك ومثلا سابستانس وممكن كمان حاجة ديفلوبمنتال وهو ADHD وهو صغير وبعد كده دخل في الحاجات دي هو كبير وممكن يبقى نارسسيستيك برسوناليتي يعني يعني دي اسم بيش بيشجع على فكرة الكوموربيديتي وزي ما قلنا دي كان راجع الفيديو بالتفصيل دي كان احترام منهم لمحدودية العلم واحنا مش عارفين الفرق بين التشخصات دي فاحنا نحطوهم مع بعض طيب الفكرة الأوروبية بقى بتنطلق من منحنة تاني خالص بتنطلق من تخيل وفي كتير حاجات عندنا في الطب النفسي مبنية على تخيل وعلى خيال يعني مش شرط تكون حاجة حقيقة مبنية على تخيل ان التشخصات في الطب النفسي فوق بعضها عاملة زي الهرم او عاملة زي البصلة فيه اشرة بره كبيرة وكل ما تخش فيه يعني اغلفة اصغر فالغلاف الكبير بيحتوي الغلاف الاصغر وهكذا وانت لو شفت الكبير معناها اللي الصغير موجود او لو في الهرم انت موجود في قمة الهرم معناها ان قاعدة الهرم واوسط الهرم متوفرة الفكرة دي قلاصتها كده فيه عبارة عن تخيل زي ما احنا بنا تخيل ان الـ thinking هو عبارة عن form و content وزي ما بنا تخيل ان ال speech مفيد يكون coherent وان لو هو incoherent يبقى بنقول مثلا incoherent او فيه loose associations كأن فيه associations اصلا وفيه systems of association للكلام كل دي تخيولات يعني كل دي تخيولات ولا يوجد اي شيء دليل على كده يعني انه حتى طبيعي في البشر اللي انت ممكن عندك شوية circumstantiality وشوية loose associations عادي يعني فهما بيتخيلوا ان فيه تشخيصات يعني زي ما الاساد زي كان بيقولونا بالعربي تجبوا ما تحتها او تجبوا ما عداها يعني فيه تشخيص يجبوا ما عداها يعني لو موجود والترامب بالانجليزي ترامب هو الترجمة او الكلمة العربي بتاعتها يجبوا يعني يلغي مش دونالد ترامب ترامب دي كلمة انجليزي يجبوا مع ده فبيحطوا على قمة الهرم المود دي سؤوردرز والان المود دي سؤوردرز لها قدرة عالية جدا انها تقلد اي مرض بتبريزنت بانكزايتي بتبريزنت بسايكوزز بتبريزنت بسايكو موتور زي الكاتاتونيا او الستيوبر بتبريزنت بحاجات اموشنال بتبريزنت بحاجات بيهيفيرال ممكن تبريزنت في سابستنس حتى ممكن تبريزنت في الاطفال بحاجات بيهيفيرال يعني المود قادرة اللي هيتقلد اي حاجة ولو دخلتوا في الاسبيسفارز حتى في الدي سين فايف بتاعت المود اموشنال حتى تخيلوا الكلام ده بسهولة انه في حاجات اكتيبيكال ميلانكوليك سايكوتيك انكشوز كاتاتونيك بريبارتم خلاص انت كده رجبت المراجيح تقريبا بتلم الطب النفس كله فهم الاوروبيين فكرتهم كده ان المود ديس اوردر هو اعلى قمة الهرم ثم يليه السايكوزيز ثم يليه الانكزايتي ثم يليه البرسوناليتي ثم زي ما انت عايز بما يعني ان انت ماينفاعش مثلا ودي الفكرة داعتكم مفيدة في كده ان اي حد في اكيوت بروبلم او اكيوت بصوت شخصه برسونالي ديس اوردر لانه يعني دعوت تشخيص اولي قوي ماقدرش يفسر حاجات كتير لان انت لو شخصت البرسونالي ديس اوردر مش هتبقى شايف كل اللي فوقيها مش هتبقى شايف بعد كده يعني دا كأنه ايه فرشة الهرم يعني من تحت فلا قرت البرسونالي ديس اوردر ولا حتشوف مود ولا حتشوف سايكوز ولا حتشوف انجزايت ولا حتشوف اي حاجة ولذلك يعني الناس خبراء البرسونالي ديس اوردر بيعتقدوا ان لا يجوز تشخيص البرسونالي ديس اوردر يعني اكيوت سايكوزز اكيوت مود او كده ده ترتيب الاي سي دي دي يبني على هذا الهيراركي ومش شرط بالترتيب ب Pale bris حتشوف مبني على الفكرة دي انه الترتيب فى الاي سي دي ساقف الاي سي دي تان اوPhone 11 الترتيب مقصود ولي معناه انو يبتدي الاولة للشي Resistance وبعكاها بالAtex وبعكاها بال турper self ataqueية وبعكاها بالS brill Recent وبعكاها بالانجزايت وبعكاها بال signs وبعكاها بال hors Analytics البرسوناليتي الاول وبعد كده بحاجات الـ Development ده ترتيب الـ ICD الترتيب بتاع DSM في DSM-4 او في DSM-5 مش مقصود يعني مالوش معنى هم حتى معلقين كده ان ترتيب الفصول احنا مش قصدين بحاجة احنا مجمعين بس الحاجات اللي عايزين نوصفها وبنوصفها يعني مثلا في DSM-5 الترتيب بتاع الفصول لا يعني اي شيء ولكن جوه الفصل هم واخدين عهد على نفسه زي ما اذكره في المقدمة يمسكوا الفصل الـ Developmental يعني مثلا لو دخلت بقى الفصل بتاع الـ Depressive Disorder هتلاقي من اول الطفولة لغاية الكبير هتلاقي مثلا اللي هو الـ Disruptive Dysphoric Mood Disorder اللي واصفينه ده اللي هو زمان كان اسمه Depressive Conduct في الـ ICD-10 هو مش جديد ولا حاجة زي ما انا اسفاكره هم بس بيحاولوا يطلعوا بعض المرضى الـ Bipolar كده لوحدهم عشان ايه ما يبقاش فيه يعني يستكمع له فالـ DSM الـ ICD لما تروح تقروه اللي تشابتر هو مش مناسبة تشابتر بالمناسبة في الـ ICD اسمه Block البلوك اللي هي بتبقى من سفر لغاية نهاية الرقم 10 يعني مثلا من زمان في الـ ICD-10 من F0 مثلا لـ F10 بعد كده من F11 لـ F20 بعد كده من F21 لـ 30 كل بلوك كل بلوك يعني هي عبارة عن الشابتر فالبلوكات في الـ ICD سواء في الـ ICD-10 أو في الـ ICD-11 الترتيب بتاعه مقصوده واللي هيروح يرى الـ ICD-11 الترتيب ده مقصوده يعني هو عايزك تفكر بالعيان بالطريقة دي ان انت العيان ده مثلا لو ارجانيك يبقى كل اللي تحت ده خلاص مفهوم يعني مثلا لو هو عيان مثلا لو هو عيان مثلا هنقول مثلا Hypothyroid ولقيت عنده Psychotic Symptoms مش هتشخصه سكيزوفريني ولقيت عنده Panic Attack مش هتشخصه Panic Disorder حتى لو recount ولقيت عنده مثلا Insomnia أو Hypersomnia عادي اللي اتنين بيحصلوا عشان فيه ناس بتفكر بالطريقة المدرسية هرموني يعلى فانت يجي لك depression فاتنام كتير لكن لو Hyperthyroid يجي لك Mania وما تنامش كتير طبعا ده كلام بتعلمتحانات اللي يمتحنوا بين الناس لكن الواقع مش كده يعني ال Endocrine dysfunction or Endocrinopathy بيحصل مع الاثنين زي cost substance وانا اتكلمت في الموضوع ده برده قبل كده يعني مثلا برده كثين ناس بيبعندها لأفكار السازجة أنا باخد Stimulant فلما انسحب منه يجي لي depression أو باخد Stimulant لما انسحب منه لأفكار السازجة طبعا وانت طبعا لو حتى تقرب التفصيل في الكريتيري ما تلاقيش الكلام ده مكتوب تلاقي يقول لك sleep problem تزيد أو تقل تلاقي يقول لك مثلا hyper or hypo activity على حسب وطبعا موضوع فيه تفاصيل كثيرة فااخرش فيها دلوقتي الشاهد ان المريد اللي كان عنده Hypythyroid مفسر بعد كده كتاب كله فكأن ال ICD هو مش بيشجع على كوموربيديتي هو عايز يراح دماغه ويمشي بالقاعدة بتاعت الطب القديم اللي هي بيسمها All Attributes to One يعني الجميع يتم تفسيره عن طريق حاجة واحدة يعني عايزي رايح نفسه عايز المريض اللي قدامي ده يتفسر بمرض واحنا متعرفش بقى تقول لي ده depression وكوموربيد مع anxiety ولا مش عارف مثلا ADHD وكوموربيد مع substance أنا عايز حاجة واحدة تفسر لي الموضوع ده كله substance يبقى هو substance والADHD اللي انت شايفها والdepression والحاجات وكل اللي انت شايفه ده كل ده induced by substance طيب ده طريقة في التفكير مثل الطريقة دي حاجة ان هي فيها شوية safety بتخليك safe شوية يعني الناس اللي بتفكر بالcomorbidity بتقع منهم حاجات كتير بتقع منهم حاجات كتير في safety بتاعت التشخيص لكن الناس اللي مش شف الهيراركي ما يوقعش منها لان هو عارف ان اللي فوق ده الأخطر واللي فوق ده هو الأهم فلازم يعدي عليه ويرول اوت من العيان لازم يروول اوت مود السايكوز طبع تقول لي طب ما هو دايما الصقف الاي سي دي 10 او الاي سي دي 11 بيحط السايكوز قبل المود ده كلام صحيح هو فعلا بيحط السايكوز قبل المود بس دي فيها تفسير وفيه علاية تعليق التفسير ان الفعل السايكوز هو أخطر من المود أخطر صبع من ناحية الأجريشان أخطر من ناحية الفنكشنال دي سابلتي أكطر من ناحية البروغنوز ولازم تدخل بدري لازم تدخل بسرعة وكل الأبحاث التي تعرفين دلوقتي على الديو بي اللي هو دوريشن دي و بي يحاول ألوط دي و بي على قد ما يقدر التعليق ان الوهوف سنة حقها تسعين ستة تسعين سابعة تسعين نزلت ال ICD-10 Symptom Checker وده دايما انا بانبه الناس لي وليه سلايد مشهورة كده 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 دايما بشرحها في العباساب ورها لهم في ال ICD-10 Symptom Checker هو حاطت المود والسايكوز اللي اتنين مع بعض ان انت لما عياني مود Symptoms او عياني مود Symptoms اذا لماذا تتفكر في الاتنين مع بعض فهو حاطت الاتنين في نفس التارجة فرغم اللي هو مرتبهم في الفصول وراء بعض لكن هو بيعتبرهم في نفس المرتبة وطبعا اي حد فيكو بيحضر مرورات في المستشفيات او في الجامعة حيلاقي الخناء دي موجودة طول العمر ولن تنتهي هل المريض ده سايكوتيك ولا مريض ده مود ديس أورجاب طبعا ما حدش بقدر اجابة دي ولا انا ولا انت ولا احد لازم معلومات ولازم متابعة ولازم نقابل اهله لان مش هنقدر نفرق كروس سكشنال كده بين هل ده سايكوتيك ديس أورجاب ولا هو مود ديس أورجاب مش هنقدر مود ديس أورجاب أو مود إن كونجرونت مش هنقدر في بعض الناس بتخش داخل بتاع الكتب يقولك لا اصلا كتب ديس أورجاب مش هايف الافكت بيبقى ايه والمود ديس أورجاب بيبقى ايه طبعا ده كلم غير علمي غير وقعي غير عامل اولا تكندرش موجود في الكتاب يعني انت اللي رحت قرية في الكريتيريا او ديس أورجاب ستجد لهم انتهى الوضوح مواصف الاثنين زي بعض يقول لك ديس يجب تشخص دي ولما يروح في الحتة التانية يقول لك تشخص دي يعني معنان الاتنين زي بعض يقول لك كان نود بيكسبليند با مود يقول لك كان نود بيكسبليند با مود عرزتي بقى يبقى أنا فين نفس القصة في الاي سي ديس أورجاب في المود يقول لك فهو في الآخر على مستقل نظري في الكتاب كان مش موهوه بس فيه ناس بتحب تفكر تفكير برايح يقول لك لا ده أنا سكيزوفرانيا دي حبكتي أنا مش المعنى أعرفها أنا أعرف العين شكله إيه فالشاهد أن الترتيب ده بيحافظ شوية على أمان التشخيص يكون عندك أمان في التشخيص وفيه قاعدة في الأمان التشخيص أنا قلتها لك قبل كده أنه مش عيب اللي أنت تنتقل من التشخيص الأخطر والأعلى للتشخيص الأقل يعني مش عيب لما أنت تكون دكتور طوارق ودخل عليك عيام بتشيس بين وانت معتبره MI وبعد ساعتين ثلاثة من يتباين اللي هو مش MI ويتباين اللي هو مثلا أي حاجة برونكايتس مثلا أو يتباين اللي هو مثلا كوستوكندرايتس أي كلام وأخذ بالك مش عيب بس العيب ومحدش هيرحمك لو هندكوستوكندرايتس أو برونكايتس عادي وطلع إما آي ومات بعد جدا محدش هيسيك لأن أنت تبقى أسرت في السيفتي مش عيب لما أنت يجي لك طفل في وحدة صحية والطفل دوت فبرايل وعنده سيجر وانت تفكر أنه هو من انجايتس أو انكفالايتس ومحاوله مستشفى حوميات مستشفى الحوميات تعمله رولينج أوت وتعمله كليرنس وتقول لك يا دكتور يا تعباني بتاع الوحدة الصحية ده كان عنا عنده فبرايل سيجر ما عمضوش حاجة تقول له خلص ما جراش حاجة لكن هيبعيب أكتر لو أنت قلت له لولدته ده فبرايل سيجر وروحي ويموت في البيت بقى من منجايتس فمش عيب مش عيب لما أنت تقول على عيان ده سكيزوفرينيا أو بايبولر وبعد ما اتتبعه سواء شهر أو اثنين أو ثلاثة تقول الحمد لله ده ولا عنده كده ولا عنده كده كان ستريس ري أكشن وكانت حاجة مثلا ديس أوردر أو مثلا بريف مثلا حاجة مثلا مثلا أيضا يعني مش عيب اللي انت تنتقل للمرحلة الأقل لكن العيب اللي انت ستروحrost تعلى اللي انت ستشرح مسيخص على بانيك ديس اوردر وبعد ست شهر من المتابعة تعتشف اللي هو سكيزوفرينيا هيبعيب ado اللي انت تشخص ري أكتشف اللي هوhöه ايدي ايتش دي وبعد سنة من المتابعة تتشف هاذبعيب بردك اللي انت تشخص أتوليس انت بوردر لاين برسونات اسوردر وبعد ما خمس ست سنة متابعة نكتشف له بوردر لاين بايبولار ديسورد هيبعيب لان ان انت بضيعت عليه سنين من العلاج وسنين من التشخيص ودته ستيجما اللي هو بوردر لاين وهو مش بوردر لاين اصلا فعشان كده الهيارارك ده بيحفظ نوع شوية من الامان ارجع والخص الهيارارك مش افيدنس بيست دي طريقة الاوروبيين بيحافظوا عليها جوه الاي سي دي الاي سي دي اليفن حتى الان مترتب بنفس الطريقة باعمود زي ما قلنا عن طريق اي سي دي سيمتوم تشيكر هو اللي بيننا الانتين في نفس الدرجة بحكية بيحط الانجزايتي بحكية بيحط البرسوناليتي وبحكية بيستيب الديفلوبمينتا اللي واحده في الاخر الترتيب ده مقصود يعني دي الطريقة بتاعت التشخيص فراجعوا مع الفيديو بتاع الهياراركي فالهياراركي عاي تخليه كون تقاعد مع العيان بتفكر في الحاجات الكبيرة الاول وبحكية تنزل واحدة واحدة وبس فيه طرق تانية لسه في التشخيص هتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده شكرا ليكم السلام عليكم